بالنسبة للمسح أثناء لبس الخفين أو الشراب أو الجبيرة أو ما شابه العمامة من خمار أو نحوه هذا يختص المرأة من بين سار الرجال أنه يجوز لها أن تمسح على الخمار الذي قطت به رأسها وأدارته تحت حلقها بخلاف الرجل المرأة إذا وضعت خماراً على رأسها وأدارته تحت حلقها فإنها يجوز لها أن تمسح عليه متى إذا لبسته على طهارة إذا لبسته على طهارة كما أن الرجل يمسح على العمامة أما المسح على الخفين والجبيرة فهذه حكم الرجال لا تختلف أن الرجل إذا لبس الخفين على طهارة أو الشراب على طهارة أنه يمسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر هو حكم واحد يختص بالمرأة أنها يجوز لها أن تمسح على الخمار ترجمة نانسي قنقر